قبل ما نخش برضو في مقارنة ما بين المدير الفني لفريق بيتا كلاب شايف تصرحاته ازاي والتحدياته بالنسبة خاصة بعد كمان المباراة هنا في القاهرة وبدأت التصرحات بتبقى التصرحات يعني مستفزة لحد ما انا اعتقادي هذا الاستبساز وهذه التصرحات ان شاء الله تكون عامل ايجابي النادي الآن يبقى بيتكلم على عامل الجو بيتكلم على عامل الارض وهو مصمم وقال ان انا لا انا اللي قررت ان المباراة تتلعب الساعة اثنين الضهر هناك بتوقيتهم وان شاء الله هو بيقول يعني باذن الله كمان اليوم الثلاث يكون يوم حر وتزيد درجة حرارة عن الاربعين صعب الامور عن النادي الاهلي الحرب النفسية دي شايفها ازاي وناخدها ازاي من شخصيته هل هو متعود على هذه التصرحات قبل المباراة ولا شخصيته ايه بالزبط لا لا هو ما كانش بيعمل هو اتعلم من موسيماني هو حافظ موسيماني وعرف موسيماني فهو عارف ان هو بيلعب على الحرب النفسية موسيماني لما كان مع سندونز كان حريف كده كان حريف حرب نفسية فهو بيلعبه نفس لعبته نفس الكلام برضو هقول لحداك على حاجة فيتا كلوب في المباراة الاولى مع سنبا كانت في ملعب فيتا كلوب لعبه الساعة كامل الساعة تسعة بالليل تسعة مساء اللي هي تسعة بتوقيت الكاهرة تمانية بتوقيت الكنغو تسعة بالليل فمعنى ان هو في المباراة التانية يجي يلعب النادي الأهل الساعة 3 هو بيلعب نوع من الحرب النفسية لأنه طبعا نتائج النادي الأهل في الفترة الأخيرة أو في السنتين الأخار في التوقيت ده آخر 10 مباراة مش حلوة يعني تقريبا ما كسبناش في المباراة واحدة في آخر 10 مباراة فهو بيلعب على النقطة دي بيلعب على الحيطة دي يعني هو كمان مش متعاود يلعب الظهر على ملعبه لا لا هو بيلعب بس مش كتير مش ده المعاد الرسمي يعني المباراة الأولى هم مفاريق سم مفاريق فيتا بيتكلم على النادي الأهل مثلا النادي الأهل أول مباراة لنا قدام المريخ احنا لعبنا الساعة تسعة بالليل قدام المريخ السوداني فلما لعبنا فيتا الساعة تسعة بالليل دي المعاد الرسمي المتحدد من الكاف وإحنا بنلعب كده على طول الساعة تسعة بالليل مش مستقصدين فيتا ولا حاجة مش عملنا استقصاد هو قال لك لا ده النادي الأهل لعبتنا مش متعودة برضو ده غير فني شوية انهو مثلا اللعيب اللي بتتعود تلعب الظهر لو بتلعب الساعة 9 بالليل ده انت بتديهم فرص لان بتبقى الأجواب بالنسبة لهم أفضل يعني هو الماتش الأول ليهم على ملعبهم كان الساعة 9 بالليل هو متعمد يلعب النادي الأهلي في الفترة دي عشان هو عارف ان النادي الأهلي أعلى فرقة فنية في أفريقيا أعلى فرقة مع صندوينز ومع الوداد طبعا في الفترة دي ولكن النادي الأهلي ككورة أكتر فرقة عاملة محاولات مثلا في التسعة وعشرين محاولة في الجولة اللي فاتت الجولة التالتة أكتر فرقة بتلعب كورة وهتجريك فأنا ايه أحول الماتش البدني صراع بدني عشان أنا ككورة هم معلميني هو ده فكره الحاجة التانية انهو بيعمل حرب نفسية بس انا برضو هقول لها داك على حاجة تدي جرع التفاول شوية النادي الأهلي تحط في الموقف دوت يعني الموقف ده اللي هو بعد تلات جولات من دور المجموعات كم مرة؟ ست مرات دي المرة سبعة في الست مرات اتأهلنا أربع مرات اتأهلنا أربع مرات ومن الاربع مرات خدنا البطولة مرتين ايه السنين دي يعني مثلا أول سنة الاربع مرات اللي احنا سعدنا فيهم الـ 2006 كان معنا في المجموعة السفاكسي والنادي الأهلي وكتوكو وشاوبتك بابايل النادي الأهلي كان برضو كان حصل على أربع نقاط بعد تلات جولات وأخذ البطولة في الآخر و20013 احنا سعدنا أول كان برضو بعد الجولة التالتة عندنا نفس كان معنا ساعتها أورلندو زمالك وليوبار وخدنا البطولة في الآخر فاحنا من ست مرات صعبنا أربعة يعني التاريخ بيقول ان احنا في موقف صعب لكن التاريخ في صالحنا ودايما خلي بالك برضو أحمد ان دايما لغة التاريخ ما بتبقاش هي اللغة الصريحة ولا اللعب في الشمس ولا الاخر التسعين دقيقة هي الفايصة وبالنسبة للتسعين دقيقة اللي جاي ان شاء الله عايزين مقارنة كده ما بين شخصيتين مهمين جدا على مستوى الإدارة الفنية بين موسي ماني وإبنجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب طبعا المقارنة دي في خلال دورة أبطال أفريقيا هذا الموسم الاتنين لعبوا خمس مباريات النادي الاهلي لعب ثلاثة على ملعبه واثنين برا ملعبه فيتا كلوب لعب ثلاثة برا ملعبه واثنين داخل ملعبه النادي الاهلي كسب ثلاثة فيتا كسب اتنين من خمسة التعادل النادي الاهلي اتعادل مباراة فيتا اتعادل ماتشين النادي الاهلي خسر ماتش وفيتا خسر ماتش دي الارقام بارده فيها ايه نوعا ما يعني متزنة متقربة نيجي بقى للاحراز الاهداف نركز بقى في الرقم اللي جاي ده احراز الاهداف النادي الاهلي جاب عشر اهداف في خمس ماتشاط هم جايبين كام اتناشر يعني هم عندهم معدل اكتر مننا في القوة الهجومية اتنين واربعة قدامنا الارقام على الشاشة اتنين واربعة من عشرة هدف في المباراة الوحدة للمدرب دوت جايبين اتناشر هدف وخلي بالك هم لعبوا مباراة خارج ملعبهم اكتر مننا يعني احنا هم لعبوا تلاتة برا ملعبهم احنا لعبنا اتنين برا ملعبنا تمام فبالتالي هم عندهم قوة هجومية ده برضو نعلم عليها دايرة كده نيجي لاستيبال الاهداف في رقم هم ضعيف جدا خط الدفاعهم يعني هم عندهم قوة هجومية ولكن خط الدفاع ضعيف جدا نستقبله سبع اهداف سبع اهداف والرقم الاهم من ده ولا مباراة شباك نظيفة لفيتا كلوب في البطولة حتى الان رقم يدعو للتفاقل انها سواء لعبوا على ملعبهم او برا ملعبهم بيستقبلوا كل المباراة اللي لعبها في فيتا كلوب في البطولة دخل فيهم اهداف اذا انت ممكن ان شاء الله بكرة تلعب ان انت تكسب مباراة الواحد سفر ان انت تسجل هدف واحد لانه هم ما دخلش في الخمس مباراة فيهم يعني كل المباراة دخل فيهم اهداف بالنسبة للفوس خارج ملعبه النادي الاهلي كسب مطش من اتنين فيتا كسب مباراة من ثلاثة نجل تسجيل الاهداف على ملعبه النادي الاهلي سجل تسعة فيتا سجل اربعة تسجيل الاهداف خارج الملعب النادي الاهلي ده رقم قليل بالنسبة ان احنا جايبين هدف واحد بس برا ملعبنا هم جايبين تمانية من اتناشر هدف مسجلينهم برا ملعبهم يعني فيتا بتلعب برا ملعبها احسن من جوة على موسيقى لأنهم عندهم سرعات قدام فقدرات تهدفية أعلى استقبال الأهداف داخل الملعب النادي الأهل 2 وبرى الملعب هدف هم برضو مستقبلين أهداف برى ملعبهم 5 وداخل ملعبهم 2 إذن الأرقام بتقول أن فيتا على المستوى الهجومي قويين جدا على المستوى الدفاعي بيعانوا عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا